دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ حيث يصفها فارضوها بأنها العقوبات الأشد على مر التأريخ اللافت أن الإدارة الأمريكية اختارت يوم الرابع من تشرين الثاني لقطع الطريق أمام النفط الإيراني للأسواق الدولية وهو الموعد الذي يصالف ذكرى أحدى أكبر الأزمات التي مرت بها الولايات المتحدة مع إيران منذ سقوط نظام الشاه وإعلان الثورة الإيرانية في شباط من عام 1979 في المقابل تقول إيران إن أمريكا لن تنجح في تحقيق أهدافها بإضعاف النظام الإيراني وستجعل الولايات المتحدة تندم على فعلتها ويضيف الرئيس الإيراني أن بلاده ستبيع النفط رغماً عن أمريكا وستخرق العقوبات جملة توضح حجم الأزمة العالمية المتوقعة التي ستنشأ عن عدم بيع النفط الإيراني في ظل رفض أوروبا لهذه العقوبات التي ستعرقل عمل شركاتها واستثماراتها في إيران والتي لوح الرئيس ترامب بعقوبات صارمة على خارقها وتقول واشنطن أيضاً إن الهدف من العقوبات هو وضع حد لنفوذ إيران ونشاطها الداعم الإرهاب في المنطقة وهو ما تؤكده وزارة الخزانة الأمريكية التي أشارت إلى أن طهران استغلت النظام المالي العالمي لتمويل حلفائها ووكلائها في العراق وسوريا واليمن ولبنان وإمدادهم بالسلاح وهو ما لا يمكن الاستمرار به بالتوازي مع ذلك يقلل المراقبون من تأثير العقوبات الأمريكية على إيران في ظل إعطاء أمريكا استثناءات لثمان دول من بينها العراق وتركيا والهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتشير التقديرات بأن هذه الإعفاءات ستمكن طهران من تصدير نصف إنتاجها الحالي ما يعني أن العقوبات الأمريكية النفطية والمالية لن تتمكن من خنق إيران وإن كانت مؤلمة وقاسية وهذا ما لا يمكن إنكاره ترجمة نانسي قنقر